موسيقى الأصدقاء العزاء الصديقات العزيزات مرحبا هذا الفيديو أنا سجلته باللغة الكردية وبعد الأصدقاء رسلوني على الخاص وعلى العام وقالوا أنه بدنا نعرف عن شو حيث تحكي باللغة الكردية طبعا هي فرصة لحتى يتعلموا هني كمان اللغة الكردية اللغة الكردية من اللغات الحية من اللغات الشريكة يعني مش بس لحتى تعرفوا الأكراد شو بيحكوا أو مواضيعهم أو شؤونهم لحتى تعرفوا يعني الأدب الكردي الشعر الكردي السياسة الكردية الأغاني الكردية هل تفاصيل كلاياتها بالنسبة للكون لازم تكون مهمة مثل اللغة الإنجليزية والفرنسية أو حتى اللغة التركية يعني أو اللغة الفرسية فالفيديو كان عن حزب العمال الكردستاني قصتي التي اشتغلوا عليها ويعني أنشور فيديوهات باللغة الكردية والعربية حولها التجربة السياسية ومدى يعني عبث هذه التجربة بالواقع الكردي وبالواقع السوري وما ترتب على ذلك وما نعكس من نتائج كارثية يعني على الواقع الكردي بالدرجة الأولى فالفيديو كان عن هذا الحزب وضمن هذا الحزب كان عن صبري أوك صبري أوك هو أحد القيادات البارزة في هذا الحزب ومسؤول الأمن وملف الأمن والاستخبارات في هذا الحزب يعني منوط بصبري أوك هذا الشخص جرى الحديث عنه قبل سنتين أو أكثر أو أقل عندما تحدثت عنه أنا في على حسابي على الفيسبوك أنه الأمريكيين طالبوا مظلوم عبدي قائد قوات سوريا ديبوكراطية بإخراج صبري أوك بحدود 3000 من عناصر حزب العمال الكردستاني خارج سوريا ويعني المواقع الإلكترونية العربية تلقفت ما نشرته أنا ويعني تحول إلى نوع من التقارير الإخبارية والأخذ والرد طبعا العناصر حزب العمال الكردستاني والمواقع الإلكترونية والصفحات والحسابات هاجموني وشتموني بهذا القوة ونفو نفو الموضوع أنه لا يوجد شيء من هذا القبيل وهو شنجب يحكي من يعني من من بنات أفكار وما في هيك قصة يعني ما للأمريكيين طلبوا من يعني لم ينفو وجود صبري أوك في تلك المناطق لكن نفو أنه الأمريكيين طالبوا مظلوم عبدي ومهم فيما بعد مظلوم عبدي صرح لمركز الأزمات الدولية ومقره في بروكسل أنه نعم الأمريكيين طلبوا هيك شيء فاللي طلع بسواد الوش يعني هؤلاء اللي استحدفوني وهاجبوني وكذبوا ما ذكرته ووقت ذاك جرى يعني تداول اسم صبري أوك بكثرة الإعلام التركي بيحكي أحيانا عن صبري أوك ويتجاهله أحيانا أخرى هذا موضوع آخر لكن من هو صبري أوك؟ الفيديو السابق الفيديو اللي باللغة الكردية حاولت يعني أصلت الدوء على هذه التجربة على هذه الشخصية ودورة وأهمية الدورة داخل حزب العمال الكردستاني كيف يعني كان وكيف صار صبري أوك وسأحاول في هذا الفيديو أيضا تلخيص الموضوع طبعا أنا دائما أتحدث عن التلخيص لكن لا أجد التلخيص في قضايا تستوجب الإسحاب يعني بصراحة قضية حزب العمال الكردستاني والدور اللي لعبه خلال الفترة خلال الأربعين سنة الماضية ككل فيما يتعلق بالوضع الكردي وخلال العشر سنوات الأخيرة فيما يتعلق بالوضع الكردي في سوريا يعني شيء كارثي ف يعني أستميحكم عذرا على الإيطالة في هالصدد صبري أوك هناك يعني هو من الشخصيات اللي يكتنفوها الغبوط ربما من طبيعة دوره الأمني يتطلب ذلك لأنه مسؤول ملف الأمن والاستخبارات داخل حزب العمال الكردستاني ومسؤول علاقات خارجية كمان وكان مسؤولة منظمة حزب العمال الكردستاني في أوروبا في فترة 2010-2011 يعني في فترة فترة تواجده في أوروبا كان مسؤولة منظمة وهي منظمة كبيرة تشمل كل البلدان الأوروبية من إسبانيا وحتى الدول الإسكندنافية يعني وبالإضافة إلى بريطانيا ف صبري أوك من هو يعني أنا حاولت أدور من أي منطقة من أي قرية من أي لكن لم أعثر من الشخصيات اللي بيكتنفها غموضة خل حزب العمال الكردستاني مثل دوران كالكان عباس كمان يعني شخصية غمضة في هذا القصوص عباس يعني عرفنا أنه مش كردي هذا كردي صبري أوك هناك من يقول أنه من أضيامان وهناك من وصلني يقول من منطقة ديار بكر وأنا أرجح يعني منطقة أضيامان صبري أوك ليس من القيادات المؤسسة لحزب العمال الكردستاني لكن من جيل يعني الشباب الأوائل اللي انتسبوا لهذا الحزب في 1978-79 بتلك الفترة يعني في فترة نهاية السبعينات انتسب لهذا الحزب لم يعني يعتقل في الانقلاب العسكري جرى اعتقال الكثير من قيادات حزب العمال الكردستاني مظلم دوغان خيري دورمش كمال بير خيري دورمش كمال بير يعني اعتقلوا بعدين يعني أتوا إلى الأراضي السورية وفي المجموعات التي عادت إلى تركيا جرى اعتقالهم في ال81 وأودعوا السجون التركية وبقية القصة معروفة صبريوك لا صبريوك أتى وكان من ضمن المجموعات العسكرية الأولى يعني دخل أراضي السورية للبنان طلقت تدريب وعاد عاد إلى مناطق قنديل ومن ثم يعني دخل الأراضي التركية مع المجموعات المسلحة الأولى بعد إعلان الكفاح المسلح في ال84 في 15 أغسطس 1984 في سنة 1985 اعتقل وهو يعني مسلح عنصر مسلح مقاتل في حزب العمال الكردستاني هناك روايتين الرواية الأولى تقول أنه استسلم يعني استسلم بدون مقاومة أو يعني استسلم بأي شكل من الأشكال استسلم يعني للجيش التركي حافظ على حياته استسلم ورواية أخرى يقول لا اضطر على الاستسلام أو اعتقل يعني الجيش التركي اعتقلوا أو أسروا هيك ب كرهن يعني مش طوعا استسلم للسلطات التركية حزب العمال الكردستاني في بداية اعتقال سابريوك تعامل معه على أنه خائم وهي قصة بيعرفها يعني القريبين من الحزب أو القيادات اللي موجودة داخل الحزب أو اللي تركت حزب العمال الكردستاني تعاملوا معه على أنه يعني استسلم معامل وخان القضية والحزب لكن في سنوات أخرى أو بسرعة يعني تدارك الحزب لا لم يستسلم هو من المقاومين ومن الكزو ويعني جرع عادة اعتبار لهذا الشخص سابريوك فيما بعد يعني ترقى في المناصب القيادية داخل السجن هو بقي في السجون التركي 20 سنة وعدقل في 85 وأفرج عنه في 2005 ترقى في المناصب القيادية داخل السجن وصار مسؤول عن كل المعتقلين سجناء حزب العمال الكردستاني أنا يعني في منتصف التسعينات كان تصدر بيانات عن السجناء ومعتقلية حزب العمال الكردستاني في السجون التركية تحت البيانات كان في ثلاث أسماء توقيع يعني هاي البيانات والتصريحات تحمل توقيع ثلاثة أشخاص مظفر آياتا موجود حاليا في روجاغا وهو يعني قيادي من القيادات الرمزية يعني ليس من داهية أو مثقف أو محنك أو كذا لا الحزب يتعامل معه يعني شيء رمزي مثله مثل ساكينة جانسس حتى يمكن ساكينة جانسس الراحلة كانت أكثر ثقافة من مظفر آياتا وعلي حيدر قيطان أيضا يعني كان أكثر ثقافة من مظفر آياتا لكن مظفر آياتا مثل يكون قديم في السجن وقضى يمكن خمسة وعشرين سنة يعني أكثر من سابريوك مظفر آياتا أفرج عنه بعد سابريوك يعني بعد الإفراج عن سابريوك سابريوك بقي معتقل في السجون التركية عشرين سنة كما ذكرت والبيانات كانت تصدر بتوقيع ثلاث أشخاص مظفر آياتا في روجافا في شمال سوريا حاليا وصابريوك يدير شمال سوريا حاليا من وراء الكواليس من وراء الستار ومحمد جان يوجا محمد جان يوجا موجود حاليا في أوروبا وترك حزب العمال الكورستاني كان ألف كتاب محمد جان يوجا عن أجلان ويمدح أجلان ويحضرني الاسم يعني شيء يشبه أجلان بالشمس أو هكذا والآن ينتقد أجلان وينتقد حزب العمال الكورستاني بشكل أو بآخر فالثلاثة السجناء الثلاثة الآن خارج السجن لكن في سؤال يعني يبقى يحيرني واللي اللي تركوا حزب العمال الكورستاني أو الموجودين داخل حزب العمال الكورستاني أو صبري أوك نفسه يعني بإمكانه أن يجيب لماذا السلطات التركية أفرجت في سنة التسعة والثمانين التسعين عشرات المئات بل الآلاف من عناصر حزب العمال الكورستاني وكل الأحزاب الكردية على زمن تركوت أصار وجرع عقد كونفرانس خاص بالسجناء في معسكر البقاء حزب العمال الكورستاني عقد كونفرانس خاص بحزب العمال الكورستاني ومن ضمن الذين أفج عنهم محمد شنر من مؤسسي حزب العمال الكورستاني قتلوا حزب العمال الكورستاني في الـ 91 ومن مؤسسي حزب العمال الكورستاني كمان مصطفى قرسو موجود في جبال قنديل ومسؤول الإعلامي لحزب العمال الكورستاني وساكنة جانسيس من مؤسسي حزب العمال الكورستاني وكاني أولماز ويعني الكثير من العناصر القيادية في حزب العمال الكورستاني ولم يطلقوا صراح صابريوك ومظفر آياتها لماذا؟ أنا لا أعلم لماذا يجرى إطلاق صراح كل هؤلاء وتم الاحتفاظ ببعض المعتقلية حزب العمال وكان وقته يعني يشبه العفو يعني أصدره الرئيس التركي الراحل تركو دوزال في تلك الفترة فهذا السؤال يبقى معلق ومعني يعني المعنيون بالأمر أن يجيبوا عليه المهم قضى محكوميته المقاتل المناضل الفذ صابريوك فيه سجنين أنا عثرت على اسم سجنين فيه منيسا وبورصة فيه سجن بورصة تعرف على نوردين دامرتاش شقيق صلاح الدين دامرتاش نوردين دامرتاش كمان كان من مقاتلي حزب العمال الكورستاني فيه مناصر حزب العمال الكورستاني وجرى اعتقاله وحكم عليه يمكن عشرة أو خمسة عشر سنوات تعرف على صابريوك فيه سجن بورصة ووقت صابريوك كان مسؤول نوردين دامرتاش وكل السجناء والمعتقلين وقت ذاك يعني أو كان أحد مسؤولي السجون تعرف عليه وسأتي العلاقة ما بين نوردين دامرتاش وصابريوك لاحقا أفرج عن صابريوك وعن نوردين دامرتاش كمان فيه فترات يعني المهم أفرج عن الاثنين الأتراك شو قالوا ماذا قالت السلطات التركية لصابريوك يعني في لحظة الإفراج عنه قالت له أنه قدامك أسبوع أو عشرة أيام تستريح في البيت وبتروح بتراجع أقرب مركز للتجنيد وبتسلم نفسك وبتروح تخدم الجيش طبعا عملوا له فحوصات كمان أنه ما عنده أي مشكل صحي يحول دون أن يخدم الجيش فصابريوك كان بإمكانه يهرب يخرج خارج الأراضي التركية مثل كثيرين يعني الأتراك لما أصدروا قرار توقيف ليلة زانا وقطيب دجلة وورغان دوان سليم صداك وسري ساكك وأحمد ترك وجرى اعتقالهم هناك آخرين هربوا زبير عيدار محمود قلينج مين كمان يعني رمزي كارتال يعني أكتر من 10 إلى 12 شخص من البرلمانيين الأكراد في البرلمان التركي هربوا صابريوك كمان كان بإمكانه أن يهرب في تلك الفترة لكنه رفض أو لم يهرب قرر أن يخدم العلم يخدم الجندية التركية كان يحمل مندقية حزب العمال الكردستاني الآن سيحمل مندقية الجيش التركي وفي مواجهة حزب العمال الكردستاني مش هون المشكلة يروح يخدم بلده وجيشه ويخدم أبدا مش هون المشكلة وين المشكلة؟ المشكلة أنه حزب العمال الكردستاني في فترة أنه صابريوك كان يخدم الجيش التركي وتحت السلاح التركي وتحت العلم التركي حزب العمال الكردستاني انتخبه غيابيا عضو في اللجنة البركزية في سنة 2003-2004 بلشت مشاكل داخل حزب العمال الكولستاني انشق فريق انشق مجموعة من قيادات الاستراتيجية في هذا الحزب بزعامة عثمان أوجلان شقيق عبدالله أوجلان انشقه عن الحزب واحتضنهم مام جلال طالباني في السليمانية أنا أتحدث عن 2004 2004-2005 في تلك الفترة جلال طالباني والاتحاد الوطني الكولستاني مول وغذى الانشقاق داخل حزب العمال الكولستاني الآن الاتحاد الوطني الكولستاني وحزب العمال الكولستاني يعني عفوا لهذه العبارة يعني يطيزين بالباس بنفس الخندق الإيراني بنفس الخندق الأسدي يعني هذا الاتحاد بيغطي على حزب العمال الكولستاني وجوده في شنغال وفي كاركوك وحزب العمال الكولستاني بيأمن حماية الاتحاد الوطني الكولستاني وما جرى في كاركوك والعلاقة مع قاصم سليماني وكل هالقصص معروفة في الوسط الكوردي ربما يقل من العرب يعلمون هالمسائل فالاتنين بيغطوا على بعض حاليا الاتحاد الوطني الكولستاني يدعم جناح جميل بايك أو المتبقي من حزب العمال الكولستاني في فترة كان بيدعم ويمول وبيغطي وبيحمي جناح المنشقة عن حزب العمال الكولستاني ولي تزعمه أثمان وجلان المقصد في تلك الفترة فترة الأزمة حزب العمال الكولستاني عملت إعادة ترتيب لأوراقه الجناح جميل بايك دوران كالكان مراد قريلان والعناصر العسكرية اللي يعني بقوا معهم باهوس أرضالو كل هالقصص هي كلياتها في تلك الفترة لما كان صبري أوك يخدم الجيش التركي حزب العمال الكولستاني انتخبوا عضو في اللجنة المركزية يعني هاي سابقة يعني لا يمكن يعني غريبة تراجدية كوميدية شيء لا يوصف يعني الأخوة الفلسطينيين اللي نفترض أنه مثلا الجبهة الشعبية أو الجبهة الديموقراطية أو حركة فتح ينتخبوا شخص مش في السجونة الإسرائيلية لا يخدم في الجيش الإسرائيلي ويروحوا ينتخبوا عضو في اللجنة المركزية أو في الهيئة التنفيذية لمنظمة التحليل الفلسطينية تصوروا يعني أنه يصير نفس القصة أنه حزب العمال الكولستاني المعارض واللي يفترض أنه يقاتل الجيش التركي ينتخب شخصا تحت السلاح وجندي في الجيش التركي هو صبري أوك عضو في اللجنة المركزية وصلت الفكرة توضحت يعني كيف كيف الموضوع يعني شيء غريب إذا نحط في رواية ممكن ما تتصدق يعني هذا اللي صار كمان مش هون المشكلة وين المشكلة؟ وين القصة؟ القصة أنه هذا الجندي اللي خلص العسكرية بسجل نظيف وكان يحمل السلاح في المناطق اللي ينشط فيها حزب العمال الكولستاني وكان ممكن في أي لحظة يجري اشتباك بين الحزب وبين الجيش ويطلق صبري أوك النار على المقاتلين على رفاقه القدامى أو رفاقه القدامى يطلقون النار عليه وهو داخل الجيش التركي ويقع صبري أوك شهيدا في الجيش التركي برصاص حزب العمال الكردستاني اللي صبري أوك عضو لجنة مركزية فيه متاهة مش هيك؟ متاهة متاهة يعني هالقصة فالحمد لله يعني يعني ما صاريك لكن الرجل أنها خدمته العسكرية بسجل نظيف لا عقوبات لا اعتقالات وحتى حسب المعلومات اللي وردتني أنه صبري أوك عندما كان يسور أهله كان يحظى بنوع منه من الحماية الغريبة يعني لا يحظى فيها إلا الضباط الأمراء هيك حماية لا يحظى بها إلا الضباط الأمراء مش يعني عنصر أو جيش أو عنصر يعني جندي عادي أو ضابط صف أو يعني لا لا يعني شي غريب على عدة الراوي والراوي اللي ذكر لي هاي المعلومات مقرب من حزب العمال الكردستاني ومطلع على هالمسائل هيك لا يت عموما مش هون كمان القصة وين القصة؟ لأنه الموضوع مضحك مبكي الآن اللي بيقود روشافا واللي بيمشي آلار خليل وهالشلة وبيده على أصابعه بيزبطهن كلياتهن هو هذا الشخص اللي عم بحكي تفاصيل عن تجربته العظيمة في الجيش التركي عندما كان جنديا بعد إنهائه الخدمة في الجيش التركي نظيفة الكف والصفحة وكذا كمان كان بإمكانه يطلع على أوروبا لم بقيه بقيه في تركيا يعني مواطن ملتزم وصالح وبحكم وبحكم وزنه ودوره داخل حزب العماء الكرساني عضو لجنة مركزية قيادي يعني من القادة الاستراتيجيين الحزب كفلوا كلفوا الحزب كلف صبري أوك بمسؤولية إدارة المنظمات والأحزاب التابعة للعماء الكرساني داخل الأراضي التركية أحزاب رسمية في البرلمان بلديات مؤسسات ثقافية مؤسسات إعلامية أزقر جندم المععد الكردي في كل هالتفاصيل كان صبري أوك يعني هو اللي ينظم هذه المسائل طبعا كان له علاقة مع أجلان كمان أجلان وقته كان معتقل في سجن إمرالي في قنوات اتصال بين صبري أوك وأبضل أجلان أيضا يعني أجلان يعرفه في فترة الاعتقال أجلان اعتقل في التسعة وتسعين لغاية 2005 كمان كان يعني أجلان في السجن وصبري أوك كمان في السجن ولما جرى حديث عن عن الاتيان بسجناء آخرين من حزب العمال الكردستاني إلى عبد الله أجلان إلى سجن إمرالي اللي حاليا مين موجود عند عبد الله أجلان حالمي حالمي يلدرم حالمي يلدرم حالمي يلدرم كازم المهم اسمه الحركي كازم اسمه حركي كازم وهو كمان من القيادات القديمة لحزب العمال الكردستاني وتم في السجن أكتر من 17 سنة وأفرج عنه في التسعينات وأتى لعند عبد الله أجلان في دمشق وبعدين تم اعتقاله مرة أخرى حاملية لدرم من القيادات القديمة والعتيقة ومن ديرسم يعني موجود وآخرين يعني عناصر آخرين موجودين في سجن إمرالي في سجن إمرالي موجودين هناك لما جرى حديث في هذا الخصوص صبرئو كان أول من من السجناء اللي قدموا أنه أنا بدي أروح لعند الزعيم أنا بدي يعني قدم أو أقضي المتبقي من محكميتي داخل سجن إمرالي كي يعني ألتقي بالزعيم في الاستراحة أو في فترات التواصل هذا يعني معلومة هاملشية في هذا الخصوص المهم لما كلف الحزب حزب العمال الكردستاني كلف صبري أوغ بمسؤولية إدارة المنظمات والأحزاب والحقيقات التابعة للحزب العمال الكردستاني والرسمية والقانونية في تركيا شو سوا ماذا فعل هذا العبقري جاء بنوردين دامرتاش العنصر والقيادة في حزب العمال الكردستاني والشاب وشال أحمد ترك من رئاسة هذا الحزب حاليا حزب الشعوب الديمقراطية اللي كان حزب يعني بأسماء كثيرة الأتراك كانوا يحضرون هذا الحزب ويفتحون الباب أمام يعني ترخيص أحزاب جديدة لحزب العمال الكردستاني لا يعني يلغون التصاريح هيكي بشكل يتابعون أداء الحزب هذا الأداء الحزب منسجب تماما مئة بالمئة مع العمال الكردستاني يسكروا فشو سوا صبريوك راح جاء بنوردين دامرتاش شقيق صلاح الدين دامرتاش وحطه رئيس للحزب رئيس لحزب با دا با حزب المجتمع الديمقراطي وقت ذاك أزاح من أزاح أحمد ترك أحمد ترك إجا الباحسين والكتاب العرب يعملوا بحث يعني في الجوجل أحمد ترك سيظهر لهم روابط كثيرة يعني بالانجليزي أو بالتركي أو بالكردي أو بأي أحمد ترك شخصية معتدلة ليبرالية وطنية يعني سنه أكبر من سن أجلان وجوده في العمل السياسي أكتر من عبد الله أجلان لكن مع ذلك يعني منخرط في هذه العملية على أساس أنه يعني الشعب الكردي وهذا هو الموجود في الساعة فالرجل منخرط في العملية السياسية الموالية لحزب العمال كلساني صبري أكرح شالو وحت هذا الغر هذا الشاب الجديد اللي طالع من السجن حتى من بدل أحمد ترك أحمد ترك زعل رح ترك السياسي وقعد في البيت يعني ما بيصير يعني لحد درجة من البجاحة والوقاحة أنه ما بتزبط هيك يعني صحيح نحن تابعين لحزب العمال الكرساني بس مش لحد درجة أنه تستغفلونا أو تستهينو وجه عشائري وجه يعني عائلة معروفة في في ماردين في منطقة ماردين يعني حتى يقال يعني يتم مقارنة أو أنا أقارن أو أنا يعني أقارن ما بين عبد الحميد درويش الراحل الزعيم حزب التقدم الديمقراطي الكردي في سوريا بأحمد ترك يعني هذا وجه قبلي هذا زعيم كمان وجه عشائري وقبلي وزعيم يعني سياسي وقديم حتى في السن حتى في نبرة الصوت والهدوء وفي الكلام وفي الروية والتأني في الكلام في كتير من التقاطع والتشابه ما بين يعني الراحل عبد الحميد درويش وأحمد ترك الله يطول بعمره يعني الله يمت بعمره لحد الآن هو عايش وصبر يكرح تصور وصبر يأوك يجي الآن صبر يأوك يجي يشيل محمد موسى ويحط واحد تاني أو يشيل جمال ملا محمود أو شيخ الشيخ آلي ويحط واحد تاني ممكن ممكن يعني بس إنه يجي يشيل عبد الحميد درويش ويحط أحمد سليمان أو يحط مين مين يعني من الجي حتى أخو يعني صلاح درويش لا يرقى إلى مقام عبد الحميد درويش من الخبرة والدها والحنك واثنين ربيانين يعني سوا مثال عم بحكي فصبر يأوك شو سوا رحشال عبد الحميد درويش أكراد تركيا وأقصد أحمد ترك وحط نور الدين دمرتاش ما كانوا هاجت الإعلام التركي والأمن التركي وكله يعني وصاروا يحكوا مع أجلان أنه لك أنت رفقاتك شو المعزلة اللي يمسوينا رجعوا الزلامة يلا مرة تانية يعني أحمد ترك شخصية معروفة وشخصية اعتبارية وكان له حضور في الأحزاب التركية وكان برلماني في البرلمان التركي قبل حزب العمال الكورستاني شو السخاف اللي فرجعوا أحمد ترك مرة تانية مكرهين حزب العمال الكورستاني بضغط بضغط من الدولة التركية شالوا نور الدين دمرتاش مرة تانية واضطروا انه يرجعوا أحمد ترك مرة أخرى بعدين شالوا أحمد ترك وعملوا له فزلكة تانية انه مؤتمر المجتمع الديموقراطي هو وما بعرف مين أيصل طغلوك الرئيس المشترك ومن هالقصص هي يعني فهي احدى وفي الانتخابات البلدية سقط الحزب وتما حزر الحزب والمهم هالقصص سيكلياته يتحمل مسؤوليته مين صبري أوك بحكم انه هو صاحب هالأفكار النيرة والاقتراحات النيرة وقت ذاك داخل الأراضي التركية في 2009 جرى نوع من الحلحلة والانفتاح الكردي والنوع من التفاوض ومجموعات السلام والقصص سيكلياته بتعرفوها ما بعرف المعنيين والمختصين بيعرفو الفترة هي في العلاقة ما بين حزب العماء الكرستاني والدولة التركية ونظام التركي حتى تلك الفترة كان صبري أوك داخل الأراضي التركية فيما بعد فشلت هذه العملية طبعا فشلت بتدخلات خارجية من قيادة قنديل أفشلت عملية التفاوض وكان تلك العملية تجرى أيضا في أوسلو يعني في نوع من التفاوض السياسي خارج تركيا في أوسلو وفي نوع من الحلحلة والمبادرات الإيجابية من الحكومة التركية ومن حزب العماء الكرستاني جرى تم نسف العمالية وعادت الأمور إلى المربع الأول وحملة اعتقالات جديدة طاولت الكثير من رؤساء البلديات وحظر الحزب وكل القصص المعروفة واختذاك صبرئوك اضطر للهرب الآن صار بده يخرج صار بده يعني وأيضا صار ملاحق مذكرات اعتقال بصبرئوك لأنه الاعتراكي بيعرفوه هو الذي يدير العملية فجرى يعني اصدار مذكرات اعتقال بحق صبرئوك صبرئوك حرب إلى أوروبا فترة قصيرة تم في 2010 مطلع 2010 تم في أوروبا وعادل جبال قنديل كمان فترة قصيرة في جبال قنديل رجع إلى أوروبا واستلم إدارة منظمة حزب العمال الكردستاني في أوروبا وفي 2011 جرى نوع من أيضا الجولة الأخرى الجولة الثانية من المفاوضات بين حزب العمال الكردستاني والدولة التركية في أوسلو كان مندوب حزب العمال الكردستاني وقت ذاك صبرئوك ومن وقت ذاك يعني ملف الأمني والعلاقات الخارجية وقضايا التفاوض سواء مع النظام الإيراني أو مع النظام السوري أو مع النظام التركي صبرئوك صار يعني يعني هو المعني به صار عنده خبرة به في هذه التفاصيل في أوسلو هو حقا فيضان يعني كانوا في مقابل جندي سابق في الجيش التركي مع يتفاوض مع مستشار الأمن القومي التركي مع مسؤول أو وزير المقابرات التركية في أوسلو فشلت تلك المفاوضات أيضا عاد سابريوك إلى جبال قنديل حدست الانتفاضات موجة الانتفاضات ووضع الواقع السوري والوضع السوري يعني تأزموا الأكراد بدأوا ينخرطوا حزب العمال الكورستاني أيضا في الأشهر الأولى يعني انخرط في أعلاميا انخرط في هذه العملية لكن فيما بعد يعني بعد شهر أيار أو حزيران انقلب الأمر ماذا جرى؟ حسب المعلومات التي وصلتني وذكرت ذلك أيضا أعتقد باللغة الكردية أو باللغة العربية أعيد حسب ما وصلني جرى اجتماع بين هشام بختيار موفد وقت ذاك هشام بختيار كان رئيس مكتب الأمن القومي في سوريا هشام بختيار قتل في حادثة تفجير خلية الأزمة وما يعني ما هو متداول في منزل جلال طالباني في السليمانية بين هشام بختيار موفد النظام السوري وجميل بايك جمعة لإسم الحركي جمعة وين في السليمانية في منزل جلال طالباني جرى الالتقاء والتفاهم ما بين الاثنين وبرعاية من النظام الإيراني طبعا والاتفاق على تسليم تلك المناطق إدارة تلك المناطق لحزب العمال الكردستاني وحزب العمال يتولى ضبط الأمور الأمنية والأمور الجماهرية ويحيد الأكراد عن الانخراط ما يجري في سوريا في تلك الفترة والثورة ما زالت سلمية طبعا من ضمن شروط حزب العمال الكردستاني يعني إطلاق صراح مرأة قرائلة اللي كان معتقل لدى كان معتقل لدى السلطات الإيرانية كمان وإطلاق صراح السجناء حزب العمال الكردستاني في السجون السوري وجرى كل هذه التفاصيل بالمحصلة فترة اختبار يعني فترة اختبار الفترة السلمية أو الشنة الأولى لهالحزب العمال الكردستاني قادر على ضبط الإيقاع نعم قادر وقام حتى لدرجة يعني ارتكاب مجزرة في العامودة واختطاف نشطاء واغتيال نشطاء آخرين كل هذه التفاصيل إنه فعلا أداء حزب العمال الكردستاني في السنة الأولى كان جيد فالنظام قرر تسليم السلطات في 2012 تماما لحزب العمال الكردستاني والحفاظ على مربع أمني فيه هذا المخطط هذا البلان هذا المخطط كله كان يعني متفق عليه في السليمانية ما بين هشام باختيار أو هشام اختيار وجميل بايق في منزل جلال الطالباني طبعا هذه المعلومة إذا قصتها في العلاقات المصابقة ما بين الاتحاد الوطني الكردستاني والنظام الإيراني والاتحاد والنظام السوري وحزب العمال الكردستاني والنظام الإيراني وحزب العمال الكردستاني والنظام السوري والعلاقة المتوترة ما بين جلال طالباني طارة أصدقاء طارة أعضاء تجمعهم المصالح وتفرقهم المصالح أيضا كل هذه التفاصيل الملمة أو المحيطة بالمشهد يعني تضع يعني ترفع من منسوب ومن مستوى معقولية هذا الحدث طبعا هذا الحدث يعني من الصعب يعني أن أتأكد منه سواء من حزب العمال الكردستاني أو من أو من يعني الاتحاد الوطني الكردستاني لأنه أنا شخص مغضوب عليه من الحزبين فصبري أوك ممكن أن يكون هو كمان حاضر في هذا الاشتماع ممكن فيما بعد بأمر من عبدالله أوجلان طلب أنه أن يكون مسؤول المفوض السامي أو المسؤول عزب العمال أو مسؤول روجاضان ما يكون من أكراد السوريين محما كان ولائه لحزب العمال الكردستاني قويا لا لازم يكون من كوادر كرد تركيا هذا بأمر من عبدالله أوجلان واقترح أن يذهب جميل بايك جميل بايك كان خائف متوجس من الموضوع يتحسب يعني ممكن أن يكون هناك شيء أو لعبة أو الأوضاع غير مستقرة في سوريا مستوى حزب العمال الكردستاني شعبية حزب العمال الكردستاني تراجعت لابد من تمهيد الطريق وتعبيد الطريق من أرسل؟ أرسل مصدوم عبدالله مصدوم عبدالله أتى من الموجات الأولى من عناصر حزب العمال الكردستاني الذين أتوا إلى سوريا وبلشوا بتنسيق مع المقابرات العسكرية والمقابرات السياسية والمقابرات الجوية في دمشق في حلب في القامش اللي أسس واللي عبد للكوارس هاي هو مظلوم عبده مظلوم عبده يتحمل مسؤولية استراتيجية ومظلوم عبده بصراحة بفعل هو الصندوق الأسود لكل الحقبة لديه كمية مهولة وهو يعني لذلك هو مهدد الآن هو مهدد ومحاصر من قبل حزب العمال الكردستاني ويعني لأنه حزب العمال الكردستاني دائما يعني يريد أن يتخلص من الأشخاص اللي يكونون شهود يعني مظلوم عبده الآن إذا شهد وقال بإمكانه أن يحكي الكثير من التفاصيل الكثير فيما يتعلق بالهجوم على بيت عبدالله بدرو فيما يتعلق باغتيال مشعل التمو فيما يتعلق بخطف واختفاء جميل أبو عادل فيما يتعلق بالضباط الأكراد الذين انشقوا عن النظام السوري وكيف اختفوا كل هذه الأحداث الغامضة الموجودة في تلك المناطق التي جرت في تلك الصندوق الأسود هو مظلوم عبده لذلك يعني من الضروري جدا أن يحافظ مظلوم عبده على حياته وأن يحافظ الأمريكيين عن حياة هذا الشخص لأن حزب العمال الكردستاني في اللحظة والتو فهو يعني حاليا الصندوق الأسود لكل هذه التفاصيل بشكل أو بآخر يا أما ضالع يا أما مطلع لأنه استلم المهام الأمنية كان يدير المهام الأمنية في فترة وقتها لم يكن صبري أوك متمكن بتلك القوة والقدرة التي يمتلكها حاليا المهم مظلوم عبده أسس لكل هذه التفاصيل ومنذ 2013 جرى يعني إرسال العناصر والكوادر والقيادات الموالية لجميل بايك إلى هناك كمرحلة تمهيدية تانية كمان جميل بايك لم يكن مطمئن لماذا يذهب جميل بايك مباشرة إلى هناك يعني لم يمتثل لأمر أجلان فأجلان اقترح صبري أوك اقترح صبري أوك أن يذهب إلى هناك وبالفعل يعني بقرار من أجلان بأمر من أجلان وقرار من جميل بايك ذهب صبري أوك وقبله كمان عناصر أخرى من الدرجة الثالثة والدرجة الرابعة وبعدين من الدرجة الأولى صبري أوك نوردين صوفي باوس أردال وشوي شوي يتم تحييد مظلوم عبده انتهت مهمة مظلوم عبده في 2013 عينوا قائد لقوات يبقى وحدات حماية الشعب ويعني أصدر صدر في حقه قرار استدعاء إلى جبال قنيل لم يذهب مظلوم عبده من 2013 وحتى هذه اللحظة لم تطأ قدمه جبال قنيل واللي يشكك في هذا الكلام فليبرز لي صورة لمظلوم عبده في 2014 أو في 2015 في جبال قنيل أتت أزمة داعش طبعا يعني مظلوم عبده بالنسبة لحزب العمال الكرساني صار من العصات عصى أوامر الحزب لا يمتسق يعني خرج عن أوامر الحزب يطالبه بالمجيء إلى جبال قنديل وهو يعني خاف أو وصلته معلومات أنه سيصار إلى تصفيته بشكل أو بآخر فلا تذهب وهو تمنع أتت أزمة داعش لتلقي بطوق نجاة لمظلوم عبده طوق نجاة لأنه المنطقة وحزب العمال صار مشغول بقضية داعش وكذا وأزمة عسكرية وحزب العمال الكرساني مش فاضي لحتى يحاسب يعني مظلوم عبده على عصيانه في تلك الفترة أزمة داعش والتحالف الدولي والأمريكيين والأوروبيين كل الاحتشاد الدولي فتح مجال لمظلوم عبده ليشكل شبكة من العلاقات مع الأمريكيين مع الأوروبيين وصار عنده نوع من الحصاني وأبلغ الأمريكيين أنه مهدد من حزب العمال الكرساني والأمريكيين أيضا هددوا حزب العمال الكرساني أنه إذا تعرض مظلوم عبده إلى مكروه فسيكون رد الأمريكيين قاسيا وغير متوقع يعني بشكل واضح وصريح الأمريكيين هددوا حزب العمال الكرساني وبالتالي الآن مظلوم عبده موجود فقط واجهة ليس لديه أي صلاحية حتى ليس بإمكانه تغيير الشوفير تبعه أو اللي بيساوي له والشاي والأهوي إطلاقا إطلاقا الآن شبه إقامة جبرية واللي بيحموه هن الأمريكيين يتحرك نعم يتحرك إلى أربيل يتحرك إلى السليمانية لكن تحت حماية أمريكية متى ما رفع الأمريكيون الغطاء عن عن مظلوم عبده فورا فورا سيصار إلى إزاحة أو تصفية مظلوم عبده جسديا حاليا يعني مظلوم عبده وحتى منطقة كوباني مستهدفة من قبل حزب العمال الكردستاني يصار إلى اعتقال بعض الأشخاص وبعض الشباب على أنهم عملاء للجيش التركي وعملاء لل استخبارات التركية وفي أغلبهم من منطقة كوباني كل هذه المساعي كل هذه المحاولات الهدف منها هو تشويه منطقة كوباني وبشكل أو بآخر استهداف مظلوم عبده الآن مظلوم عبده يعني مركون على جنب لا يمكن لحزب العمال الكردستاني إزاحته بشكل فعلي ونهائي ومتروك يعني هكذا كواجهة و دون تأثير الحاكم الفعلي لمنطقة روجبا هو سابري أوك سابري أوك يتحرك يعني بين دمشق ومحافظة الحسكة و مستقر في المربع الأمني في المنطقة الأمنية التي يتواجد فيها استخبارات النظام السوري طبعا المسيارات التركية تحركات سابري أوك بالنسبة للاستخبارات التركية وبالنسبة للمسيارات يعني تعتبر نقاط عامية ومنطقة عامية على أساس أنه الأتراك لا يرون تحركات سابري أوك و دوران كالكان وجميل بايد طبعا المسيارات التركية تستهدف عناصر من الدرجة الثالثة أو الرابعة ولا تستهدف قيادات رئيسة وباليزة في حزب العمال الكردستاني من الذين أتيتوا على ذكرهم يعني الآن عمليا وفعليا قاسم سليماني حزب العمال الكردستاني وصابري أوك ورستم غزالي أو غازي كنعان حزب العمال الكردستاني وصابري أوك وحقان فيدان حزب العمال الكردستاني وصابري أوك صابري أوك لديه علاقات مع النظام السوري ومع النظام الإيراني ومع نظام التركي أيضا يعني هو كان بشكل مباشر في لقاءات بينه وبين الاستخبارات التركية في أوسلو في 2011 ولديه أيضا علاقات مع عبدالله أجلان وبالتالي يشكل خصما ومنافسا قويا لجميل بايك الآن هذه شبكة العلاقات التي يتمتع بها الحضور والفاعلية وحرية الحركة التي يتمتع بها صبري أوك تتجاوز حتى جميل بايك ويعني لا أعلم مدى إمكانية أن يستمر الوضع على ما هو عليه في حال يعني تغير في الموقف الأمريكي تغير في الموقف التركي واقع الحال الآن حاليا في روجبا الذي يدير العملية والذي يقول المشهد باسم حزب العمال الكردستاني هو صبري أوك الجندي السابق الملتزم في الجيش التركي والسجين السابق لدى السلطات التركية ومعلوم يعني أنه حالات التجنيد وهذا موجود في تاريخ حزب العمال الكردستاني أيضا الكثير من القيادات حزب العمال الكردستاني وحسب رواية وحسب تعديق حزب العمال الكردستاني أنه جرى تجنيد أثناء فترة الاعتقال حزب العمال الكردستاني اتهم كانيو الماز أيضا بأنه جرى تجنيده من قبل الاستخبارات البريطانية أثناء فترة اعتقاله في بريطانيا من 2003-2004 حتى أعتقد لا عفوا يعني جرى اعتقال كانيو الماز من عام 1994 لعام 1998 أيضا كان هناك اتهامات لكانيو الماز بأنه تم تجنيده في تلك الفترة فهل هناك يعني استبعاد أن نمكن أن نستبعد فرضية تجنيد صبريوك لصالح الاستخبارات التركية في فترة اعتقاله التي استمرت 20 سنة في علاقاته الخارجية ولقاءاته الخارجية المباشرة مع الاستخبارات التركية هذا أيضا سؤال يمكن وطرحه أصلا أصلا يعني تحوم الشبهات الكثيرة عن حزب العمال الكردستاني بشكل عام وقياداته جميل بايك ودوران كالكان وصبريوك وحتى عبدالله أجلان الصحفي التركي أور منجو تم اغتياله في عام 1993 لأنه كان بصدد تأليف كتاب عن حقيقة حزب العمال الكردستاني وحقيقة علاقة عبدالله أجلان مع الاستخبارات التركية يعني بحسب الصحفي التركي الذي اغتيل آنذاك أن عبدالله أجلان كان عنصرا في الاستخبارات التركية وحزبه أيضا يعني على علاقة مع الاستخبارات التركية لكن ربما في فترة من الفترات خرج عن السيطرة إذن علامات الاستفعام والغموض الذي يحيط بهذا التنظيم يعني بصراحة أداء هذا الحزب الآن على الواقع وخلال السنوات الأخيرة أكثر المستفيدين من هذا الحزب هو يعني النظام التركي الدولة التركية الآن إذا انتهى حزب العمال الكردستاني غدا إذا استيقظنا ولم نجد حزب العمال الكردستاني على وجه البسيطة بماذا ستتحجج السلطات التركية الدولة التركية بماذا ستتحجج وتبرر وجودها في كردستان العراق وتبرر وجودها في الشمال السوري أو منطقة روجعفا يعني لا يوجد هناك حجة أقوى وأفضل من وجود حزب العمال الكردستاني وجود هذا الحزب حاليا أكثر المستفيدين منه هو النظام التركي وأكثر المتضرغين منه من وجوده هو الشعب الكردي والقضية الكردية دائما السلطات التركية تتحجج بوجود هذا الحزب في كردستان العراق في سوريا والسلطات التركية تعلم حق الإقين وجود هذا الحزب في إيران وتعلم الدعم الإيراني لهذا الحزب في فترة الثمانينات وفترة التسعينات وحتى هذه اللحظة لكن لا يوجد الآن أي شيء أي موقف دبلوماسي أي موقف عسكري أي تهديد عسكري خرج من أنقرة تجاه طهران في هذا القصوص دائما التحديدات موجهة إلى كردستان العراق وإلى العراق وإلى الواقع السوري فيما يتعلق بموضوع حزب العمال الكردستاني أما فيما يتعلق في علاقات إيران ودعم إيران لهذا الحزب دائما السلطات التركية تتجنب الحديث عن ذلك وهي تعلم حق اليقين أن وزير الخارجية الإيراني السابق علي أكبر ولايتي يعني وزير الخارجية الإيراني في التسعينات التقى بعبدالله أجلان في دمشق يعني مستويات الدعم وصلت إلى هذه الدرجة لكن السلطات التركية لا في الثمانينات لا في التسعينات لا في هذه اللحظة في زمن حكومة حزب العدالة والتنمية من 2002 وحتى 2022 يعني 20 سنة لا يوجد هناك أي تهديد للإيرانيين لا يوجد هناك أي احتجاج لدى منظمة التعاون الإسلامي لدى يعني أي قواعد التعامل بين الجيران والتحديد الأمن القومي التركي فيما يتعلق بدعم حزب العمال الكرساني لا يوجد أي احتجاج من السلطات التركية اتجاه إيران لماذا هذا أيضا يعني سؤال غامض أنا لم أجد إجابة عليه لماذا دائما التركية تركز على الحدود الجنوبية وتتحجج بحزب العمال الكرساني رغم أن هذا الحزب موجود في إيران أيضا ومدعوم شرقا من قبل السلطات الإيرانية إجمالا صبري أوك حاليا يلعب هذا الدور ويمسك يعني بخيوط اللعبة ومدعوم من عبدالله وجلان ومدعوم أيضا من جميل بايك ويحظى بدعم من النظام السوري أيضا وعلى علاقة بالروس والنظام الإيراني حاليا هذا هو محل صبري أوك من الإعراب لاحقا ماذا يحدث لا أعلم صدقا أو صراحة ما هي تبعات أو مآلات دور صبري أوك في سوريا أكتفي بهذا القدر على أمل لقاء في موضوع آخر دمتم بخير